مثلت عمليات إجلاء التونسيين العالقين بالخارج والملفات الإقليمية والدولية ومكافحة جائحة كورونا على المستوى الأممي أهم محاول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الشؤون الخارجية نوردين الرئي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية وتنول لقاء بالخصوص آخر التطورات المتعلقة بعملية إجلاء التونسيين العالقين خارج حدود الوطن والخطوات التي تم اتخاذها وشدد رئيس الدولة في هذا السياق على أهمية التسريع بعودتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء نجاعة أكبر على عمليات الإجلاء من مختلف مناطق العالم وبخصوص الملفات الإقليمية والدولية تم تأكيد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية بشأن كافة القضايا ومنها أساساً الملف الليبي الموضوع الثالث يتعلق بعضوية تونس في مجلس الأمن وبمساهماتها في مجال تفعيل دور الأمم المتحدة في مجال التضامن الدولي وفي هذه الإطار طبعاً تم مناقشة مبادرة سيد الرئيس الجمهورية المعروضة الآن حالياً على مجلس الأمن الدولي والمتمثلة في الدعوة إلى مقاربة جديدة في الأمم المتحدة من أجل نجاعة أكبر وتضامن أكبر بين شعوب العالم ترجمة نانسي قنقر